الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أننا نسعى لزيادة حجم المنتج الصناعي لخفض فاتورة مستلزمات الانتاج التي تكلفنا حوالي 30 مليار دولار سنويا وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة للتلفزيون المصري أوضح رئيس السيسي أن الدولة حريصة على أن يكفي الدولار سلع الأساسية أولا لافتا إلى أن مصر تستورد 10 ملايين طن قمح سنويا مؤكدا أن جميع المواد البترولية متوفرة سواء في محطة الخدمة أو الاستخدام الصناعي كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المداخلة الهاتفية لبرنامج التاسعة حرص الدولة على تطوير المناطق غير المخططة وأشدد الرئيس السيسي على أن ربط قوة الاقتصاد بالسعر صرف الدولار فكرة غير دقيقة لافتا إلى أننا نرحب بمن يطرح حلولا للمشكلات وندعمه وأشار الرئيس السيسي إلى أن قدرات الدولة الاقتصادية لا تسمح بتقديم كافة الخدمات المربوة للمواطنين شهدت معظم مناطق القاهرة والمحافظات تساقط أمطار شديدة هذا وقامت الأجهزة المعنية بسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع في أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة وفي بيان وجه وزير التنمية المحلية هشام أمنى بسرعة الانتهاء من أعمال الشفط لتجمعات المياه لتسيير حركة المرور والمواطنين بن سياب وبصورة طبيعية في جميع مناطق القاهرة وعدم حدوث أي تكدسات للسيارات طالب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي المجتمع الدولي بتغطية عجز ميزانية بلاده المتوقع أن يصل العام المقبلة إلى 38 مليار دولار بعدما ألحقت العملية العسكرية الأوكرانية أضرارا فادحة بالاقتصاد الأوكراني هذا وطال قصف روسي عنيف مدينة باخ موت الواقع بمنطقة دونباس أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني الجديد ريتشي سوناك أكد مجددا في مكالمة هاتفية على العلاقة الخاصة بين بلديهما واتفق على أهمية دعم أوكرانيا وأضف البيان أن بايدن وسوناك اتفق أيضا على أهمية العمل معا لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين وتأمين موارد طاقة مستدامة وبأسعار معقولة أغضح البيت الأبيض أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وأكد فيه الطرفان التزامهما بمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا في وقت سابق أكدت ميلوني خلال خطابها الأول أمام الفرلمان أن بلادها ستواصل دعم أوكرانيا ولن تستسلم لابتزاز الرئيس الروسي بلاديمير كوتين في مجال الطاقة مضيفة أن حكمتها ستقدم الدعم المالي للعائلات والشركات المتضررة من أزمة الطاقة وحذرت ميلوني من أن التكلفة المرتفعة لهذه الخطوة تعني أن إدارتها قد تضطر إلى التخلي عن بعض وعود حملتها تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن جرعة من لقاح محدث لكورونا ودعا بايدن الأمريكيين إلى أن يتلقوا الجرعة التنشيطية بأسرع ما يمكن قبل موسم العطلات المقبل خاصة كبار السن وحذت بايدن الأمريكيين على الحصول على الجرعة التنشيطية بحلول نهاية أكتوبر من أجل توفير الحماية خلال العطلات جاء ذلك في الوقت الذي يرفض فيه بعض الأمريكيين اللقاحات ورياضيا تأهل فاريق بنيفيكا البرتغالي إلى دور 16 لبطولة دور أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه المثير على ضيفه فانتس الإيطالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وذلك في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة وفي مباراة أخرى حقق فريق لايبزيغ الألماني فوزا ثمينا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرحق الهزيمة الأولى هذا الموسم بالندي الملكي في مختلف المسابقات نهاية موجزة الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يوم مصر ببعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر